اشتركوا في القناة نشرة الاخبار مع برامج متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الاخبار والبداية بالعنامين استمرار القصف الجوي والمعارك العنيفة بالخرطوم لليوم الخامس والامارات تتهم الجيش بالقصف الجوي لمقر السفير الاماراتي بالخرطوم والجيش ينفي مقتل امرأة واصابت ستة اخرين في كتم جراء القصف الجوي وقصف جوي في مضيط واشتباكات في الفاشر توقعات بتمديد مهمة بيثة تقص الحقائق بشأن السودان بالاقلبية ارتفعت حالات الاصابة بالكوليرا الى اكثر من 17500 وظهور حالات اشتباه بيدري القروض تفاصيل النشرة من راديو دابنقا ان الجيش شن غارات جوية كثيفة على مناطق جنوب الخرطوم ومحيط المدينة الرياضية وسط الخرطوم يوم الاثنين واشاروا الى تصاعد الدخان بجنوب الخرطوم اثر اشتباك سلاح المدرعات مع قوة من الدعم السريع وفي محور بحري تشهد مناطق شمال الجيلي معارق عنيفة بين الجيش والدعم السريع خاصة عند جبل البكاش فيما نشرت القوات المسلحة مقاطع فيديو ان اخلاءها مواطنين العليقين من منازلهم في دروشا من جهاتها كشفت غرفة طواري جنوب الحذام ان مقتل ستة اشخاص من اسرة واحدة واصابت اربع اخرين في قصف جوي على جنوب الحذام يوم الاحد وفي ذات السياق ذار مساعد القاعدة العام للجيش الفريق ياسر عطى منطقة القدرة العسكرية في اول زيارة له منذ اندلاء الحرب واعلن عن حصول الجيش على اسلحة ثقيلة واضاف قلال مخاطبته للجنود في هذا القصوص تحمد دولة العمارات الجيش بإشان غارات جوية على مقر سفيرها بالخرطون والاحد مشيرة الى وقوع اضرار جسيمة في المبنى وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان انها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدولة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة واصدر مجلس التعاون الخليجي ووزارات الخارجية في كل من قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والاردن بيانات ادانة لقصف مقر السفير الامارات بالخرطوم من جانبها نفت القوات المسلحة الاتحامات بينما اعتبرتها وزارة الخارجية السودانية محاولة من الامارات لتغطية دعمها لقوات الدعم السريع شن الطيران الحربي غارات جوية بالمحور الشرقي لمدينة الفاشر ومدينة مليط صباح الاثنين من جهة اخرى قال المواطن من الفاشر لراديو دبنغا ان المدينة شهدت فجر اليوم عمليات اصقاط جوي لقيادة الفرقة السادسة مشاه وعضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنغا شن الطيران الحربي عند الساعة العاشرة والنص من صباح الاثنين غارات جوية على مدينة كتم بولاية شمال دارفور استهدفت سوق كتم وبعض الاحياء السكنية وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنغا انمقت المواطن وصوت ست اخرين جرى نقلهم الى مستشفى كتم واشار الى تضرر اربع مناثل بجانب حال من الرعب والحلاء وإقلاق السوق بينما لم يصب القصف اي هدف للدعم السريع واضاف مواطن من كتم لراديو دبنغا دقى في السوق جنب الجماري هناك جرى ستة نفر دقى في حياء السلامة قتل أستاذة دمر اربع بيوت بالكامل ثاني دقى في جنب الوارج جنب الخيار ثاني بدأ قدام في القصر جنب الدر ثم تيزة خزيفة السوق فرر والناس بيوت حلا وناس جنب وعيزل يعني ماشا كده يحتمى في بيت سوق قفل قفل السوق نهائي انعقد يوم الاثنين الاجتماع التشاوري الثالث بشأن مشروع القرار حول التمديد لبيس التقصي الحقائق بشأن السودان في مجلس وقفة الإنسان في جنيف وقال عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دابنغا ان عدد كافي من الدول المساندة للتمديد متوقيا ان يجاز باقلبية مريحة وقال ان مشروع القرار سيتم تسليمه الى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال يومين القادمين الا يتم تصويد عليه قبل نهاية عمال المجلس في اشهر اكتوبر المقبل واضاف في هذا الخصوص الاجتماع في التشاور التالت كان اكثر سلاسة وتفهم من كل الوفود التي كانت مشاركة فيها الموجودة على اضافة للمنظمات غير الحكومية وهذه الاجتماعات مهمة جدا الغرض الاساسي منها انه تمنح الفرصة الكافية لعضاء مجلس والانسان وكذلك للدول والمنظمات غير الحكومية حتى انها تعبر حول محتويات مشروع القرار كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 366 اصابة جديدة يوم السبت من 6 ولايات وبينها 11 حالة وفاة واشرت الوزارة الى تسجيل 114 اصابة بكسلة ومنها 3 حالات وفاة ونحر النيل 87 اصابة والقضارف 66 ومنها 6 حالة وفاة النيل بجانب اصابات في البحر الاحمر والخرطوم واشار الى ارتفاع تراكم الاصابات في اشهر ولايات الى نحو 17500 اصابة ومنها نحو 5400 حالة وفاة كشفت وزارة الصحة بالقضارف ان تسجيل 99 اصابة جديدة بالكوليرا ووفاة واحدة يوم الاحد واشارت الوزارة في تقريرها يوم الاثنين ان العدد التراكم للاصابة بالمرض بلق اكتر من 4000 حالة اصابة و144 حالة وفاة واشارت تقرير الى تسجيل اعلى الحالات في محلية الرحط حيث بلقت 24 اصابة تليح بلدية القضارف 22 ومحلية الفا و19 اصابة حيث تشهد المحلية توافدا للاصابات من بعض الولايات المجاورة واضافت مطوعة من القضارف هناك مكافحة من قبل دارة الصحة العالمية وزيادة الكولور وكلورة البدرة لتعقيم محطات المياه العاملة اما في محلية المفازة هناك استقبال العديد من حالات الكولورة من ولاية الجزيرة وسنار وفي الولاية الشمالية مددت السلطات حظر التجوال ليبدأ من الساعة السادسة مساء بدلا من التاسع مساء حتى السادس صباحا وكشف الصحفي مصطفى عمر لراديو دبانغا ان استمرار اقلاق سوق دونغولة الكبير من الساعة الثالث عصرا ونبح الى استمرار اقلاق المدارس والسوق في الدبا بعد زيادة حالات الاصابة الى 1070 حالة وتزييل حالة اصابة مؤكدة بمحلية دلغو قبل يومين ونقلها الى دونغولة وقال ان السلطات في وادي حلف اصدرت قرارا باستيراد القدر والفاكهة من مصر تحسب لتفشي الاصابة بالمرض واضاف الصحفي مصطفى عمر لراديو دبانغا سلطات بالولاية الشمالية تعلن تمديد الساعات حضرة جوال من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا بدلا من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا وذلك تحسبا كشفت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 46 إصابة يديدة بوباء الكوليرا يوم الأحد بدون تسجيل أي حالة وفاة ونبهت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة التراكمي بالولاية إلى 4334 حالة بينما بلق عدد الوفيات التراكمي كما هو 98 حالة كشف مصدر طبي عن تسجيل خمس حالات اشتباه بجدر القروض في معسكر تنظيبة للاجئين الأسوبيين بولاية القضارف مشيرا إلى أن من بين حالات الإصابة 2 من المواطنين وكان السودان سجل آخر حالات إصابة بالمرض في عام 2022 وأضاف مصدر طبي لراديو دابنغا أما في معسكر تنظى للاجئين هناك 3 إصابات مؤكدة بجدر القروض وذي ممكن ظهر المرض بصور مرة ثانية بعد ظهوره في 2022 شك مواطنون في برام بولاية جنوب دارفور من تفشي التحابات الجهاز التنفسي وقال حاشم جبارة مرشود مدير تعزيز الصحة أن ظهور حالات التحابية غير مسبوق وغير طبيعي وناشد المنظمات للتدخل العاجل في هذا العمر وأضاف في هذا الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم حاشم جبارة مرشود مدير تعزيز الصحة بمحلية برام هناك انتشار كبير جدا في الحالات الالتهابية حالات التهابية حادة وسط المجتمع سواء كان الفئات العمرية الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة انتشار غير مسبوق وغير طبيعي فيمكن يكون واحدة من الأسباب انه التدخل والفصول يعني موسمية الخريب هو الشتاء نعزي هذا الالتهاب تتدخل في موسمين دل مناشد المنظمات العاملة في المجال الصحيحي التدخل العاجل في هذا الأمر لكم جزيل شكرا شكرا مواطنون من محلية الطويشة بولاية شمال دارفور من الانتشار الواسع الالتحاب ملتحمة وقال مواطن من المحلية لراديو دوبانغا ان المواطنين يلجأون لاستخدام الأدوية البلدية في العلاج منبها الى ادم توفر الأدوية في المراكز الصحية وطالب المنظمات للإسراع في تدخل واضاف في هذا الخصوص والله تغريبا هكذا يقول عني زي ازبعين والله في كل الحاجة هو الحاجة لأن السرط من يوم والصباح بضعين ودم أعلنت لجنة المعلمين السودانيين مساندتها أغضي امتحانة الشحاد السودانوية كاستحقاق واجب التنفيذ مشيرة في الوقت ذاته لإجراءات ضرورية لضمان شمول الامتحانات وضمان سلامتها وأكد سامي الباغر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دوبانغا إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العدائية في فترة وجيزة وأغضي الامتحانات من قبل طرفي الحرب كما طالبت اللجنة بفتح الممرات الآمنة للطلاب والمعلمين وإعلان مراكز تجميع وتصيح الامتحانات ومراكز سكن المعلمين والمعلمات مناطق آمنة وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين أن لجنة المعلمين لجنة السودانيين مع فتح المدارس واستعادة العملية التعليمية وبينها عقد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية يجب اتخاذ قرارات شجاعة ووطنية بوقف إطلاق النار في جميع السودان وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل اعتراضها على قرار وزارة التربية بالولاية بفتح المدارس أمس الأحد مشيرة إلى استمرار حالة الإصابة بالكوليرا وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبانغا أن من بين أسباب اعتراضهم هو يودا النازحين في عدد كبير من المدارس وآدم صرف مستحقات المعلمين وأشار إلى أدى مباشرة 80% من المدارس الحكومية الدراسة على الرقم من إعلام بداية هايما الأحد وذلك بسبب وجود النازحين بالمدارس وأضاف في هذا الخصوص سطح المدارس في هذه الظروف أننا نطلق عليها معلمين الكسلة لم يصرف مرتبه لأكثر من عام كامل إضافة إلى ذلك إن المدارس بتاعتنا هي استخدمت كدور للنازحين تحتاج إلى تهيئة في هذا الفصل تنتشر الكثير من الأمراض زي الكوليرا والميلاريا وفي ولاية كسلة أيضا أفادت مصادر من كسلة لراديو دوبانغا عن حدوث حجرة أكسية محدودة من مراكز الإيواة في المدينة إلى المناطق التي جاء منها النازحون وقالت الصحفية نادي محمد علي من كسلة إن غالبية النازحين العايدين من ولايتها الخرطوم والجزيرة مشيرة على وشه الخصوص إلى عودة أكسية إلى رفاعهم درمان وعضافت لراديو دوبانغا تلاحظ يعني أنه في خروج من مراكز الإيواة لعداد مغدرة من النازحين اللي هم معظم أسر نساء وأطفال غالبية فحصلت عودة لبعض المناطق في ولاية الجزيرة مناطق بعينها معروفة أنه حصل فيها انحسار أو توقف للعمليات العسكرية وكان فيها أمان شبه نسبي وجه والي الخرطوم أحمد وصمان حمزة وضع كل أكهزة محلية بحري للعمل كخلية أذمة لمقابلة حالة الطوارئ وذلك لوضع تدابير عاجلة تجاه مواطنية المناطق التي تمت استعادتها في بحري وقال أن وضع المواطنين الذين كانوا تحت الحصار اتطلب تحركا عاجلا لتقديم العون الصحي والغذائي والنظر على وجه السرعة لاستعادة خدمات المياه والكهرباء الظرواء لشرق دارفور المكلف محمد عبد الرحمن المعين من قبل الحكومة في بور سودان قرارا بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويستثني القرار المؤسسات الصحية والمياه ألا أن ينظر في أمر التعليم في أوقات لاهقة كما نص القرار على إقلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وإيقاف جميع عمال لتحصيل كل الرسوم عدى المياه والصحة الخبر الأخير في النشرة حذر ديكتور أبضل حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية التقدم من أن الحرب في السودان تحدد بجعلها أرضا خصبة لانتشار الإرهاب في المنطقة وقال في حديثه لصحيفة فينالشيان تايمز أشعر بقلق بالق هيال هذا العمر السودان بحدوده المشتركة مع سبع دول قد يصبح أرضا خصبة للإرهاب في منطقة شديدة الحشاشة ونفى حمدوك الاتحامات الموجهة لتنسيقية التقدم بالتحالف مع الدعم السري ووصفها بأنها دعاية ينشرها الجيش أعزاء المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء براديو دابنغا وأدونتم بخير